اشتركوا في القناة شكرا لله عز وجل على آلائه ونعمائه ثم شكر لولاة أمرنا حفظهم الله وهنا شكر خاص يسجل لإمارة منطقة مكة المكرمة على هذه المبادرة العظيمة وهذه الحملة المتميزة الرائدة التي فيها رسائل للمجتمع من خلال هذه الجائحة التي ابتلي بها البلاد والعباد والإنسانية جمعا وهنا يشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه حفظهم الله على هذه المبادرات المتميزة وهذه الجهود المباركة أيها الإخوة الكرام هذه الجائحة العظيمة ابتلاء من الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وواجب المسلم حيالا هذه الجائحة أن يتدرع بالصبر وقوة الإيمان بالله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وقوة اليقين والرضا بقضاء الله وقدره فإن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا وإنما له الحكمة البالغة والقدرة النافذة فيما يقضي ويقدر سبحانه وتعالى وإن من أهم الواجبات علينا من خلال هذه الجائحة أن نسمع ونطيع لولاة أمرنا حفظهم الله فيما يوجهون به من إجراءات وتوجيهات وتعليمات ومنها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فإن طاعة ولي الأمر من طاعة الله عز وجل ورسوله وواجب العباد أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمرهم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لا سيما وهذه التوجيهات وهذه التعليمات تصب في مصلحتنا والحفاظ على أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا ومهجنا وأبداننا فواجبنا أن نسمع ونطيع لولاة أمرنا سواء أكان ذلك من الجهات العليا أم من الجهات الأمنية أم من الجهات الصحية التي فيها إرشادات وتعليمات تصب في مصلحتنا جميعا والحفاظ على صحتنا والحفاظ على أنفسنا كما أن الواجب علينا أيضا أن نلزم البيوت وأن نقر في المنازل قال الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكن وقال عليه الصلاة والسلام كن حلس بيتك وليسع كبيتك فإن المسلم عند الفتن والأوبئة والأمرام والمحن يلزم بيته لما في ذلك من تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على مصلحته ومصلحة وطنه وبلده ومصلحة الناس جميعا حتى لا تنتشر هذه العدوى كما أن علينا أن نحذر من الشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة وأن نأخذ الأمور والتوجيهات من مصادرها الموثوقة ولا داعية للقلق ولا للخوف ولا للهلع ولا للجزع ولا للفزع فهي سحابة صيف عما قريب تنقشع اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا وسيئ الأسقام يا جواد يا كريم تقبل منا يا مولانا ويا إلهنا دعواتنا واكشف الغمة عن هذه الأمة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته